185 طائرة مسيرة و120 صاروخ باليستي و60 صاروخ كروز اطلقتها القوات الايرانية على اسرائيل لكن يشاء القدر ان كل هاي الاسلحة المدمرة ما قدرت تحصد روح مواطن او جندي اسرائيلي واحد هو هذا الرد المزلزل اللي صار ان اكثر من عشرة ايام نسمع به ويدينا على قلوبنا خوفا لا ايران تتهور وتمسح الارض باسرائيل او من الخارطة او تخلي النار تاكل نص تل ابيب وحنا نطيح بيها وهذا الرد العسكر الحاسم القاسم اللي لاول مرة بالتاريخ يتم الاعلان عن توقيته وعدته وعتاده وبنفس الوقت يطمئن العدو انه الرد هذا ما رح يأدي الى اي تصعيد هو هذا الرد العسكر الساحق المحق اللي اختارت ايران ان تطلق صواريخها ومسياراتها من داخل الاراضي الايرانية حتى تاخذ راحتها بالطريق وشو كتما يعجبها توصل خلي توصل مع انه لو تم اطلاقها من الجولان او من لبنان بربع ساعة راح توصل للمواقع الاسرائيلية المهم بكل اللي صار البارحة من احداث الدراماتيكية انه العالم كل افتهم انه الرد الايراني هو عبارة عن مسرحية هزلية استعراضية لا تسمن ولا تغني من جوع وانه ايران اصغر بهواي من ان ترد برد قوي يتناسب مع الاعتداءات الاسرائيلية اللي صار لهم سنين حوليهم الى مكفخة وانه ايران تطلع مراجلها وتفتل شواربها وتبرز عضلاتها فقط على الدول اللي الصغيرة والمستضعفة واللي حكوماتها تحاول ان تغلس على اي اعتداء او تجاوز اشتركوا في القناة